اهلا بكم فرقت الشرطة السودانية مظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات في منطقة الشعبية في الخرطوم بحري واستخدمت الشرطة الغاز المسايل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا منهم وردد المتظاهرون شعارات تندد بالغلاء واسقاط حكومة الرئيس عمر حسن البشير ينضم الينا من الخرطوم مراسل بي بي سي محمد محمد عثمان اهلا بك محمد اين هذه المنطقة التي اندلعت فيها المظاهرات مرة اخرى نعم المنطقة هي منطقة الشعبية بالخرطوم بحري في العاصمة الخرطوم المظاهرات جاءت استجابة لدعوة قوى المعارضة التي أسمت المظاهرات باسمها مسيرة الخلاص الوطني ودعت المتظاهرين لاحتجاج على اسمتها السياسات الدولة التقشفية والتي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار المظاهرات قد مفترض أن تتحرك من ميدان شعبي موجود في منطقة الشعبية ولكن القوات الأمنية أحاطت الميدان بشكل كامل وجعلت الوصول له مستحيلا فخرج بعض المحتجين وعددهم نحو 200 أو 300 شخص في شارع المؤسسة وهو من الشوارع الرئيسية في منطقة بحري ورددوا هتافات تنادي بإسقاط حكومة الرئيس عمال البشير وأيضا ردوا هتافات تردد بالغلاء وسار لنحو المضاعة أمتار أفوا لأسابيع عديدة نرى أن هناك دعوات لمظاهرات ومظاهرات تخرج ومن ثم يتم تفريقها وتسكن هذه المظاهرات لأيام قليلة ومن ثم يعاود الناس بالتظاهر مرة أخرى لماذا برأيك؟ ما الذي يجري؟ بشكل أساسي المظاهرات هذه المرة بعكس المظاهرات العام 2013 أحداث سبتمبر تتم بواسط قوى المعارضة القوى المعارضة التي تتولى أمر هذه المظاهرات وتنظيمها وهي التي تدعو المواطنين للخروج وليست مظاهرات عفوية كما جرى في السابق في المعارضة التي هي رؤية ربما خاصة بها وللاحظ أنها في كل مرة تدعو المتظاهرين الخروج في مدن الخرطمة الثلاثة الرئيسية الخرطمة بحري ومن درمان المظاهرات الأحزاب تقول أنها ستواصل في هذه الاحتجاجات حتى ربما إسقاط الحكومة وبدلا من مواجهة الغلاء الحالية هناك استجابة وتباين هذه المتظاهرات أحيانا تكون استجابة بالمئات أحيانا بالعشرات ولكن الملاحظة الأساسية التي لا يمكن تغاضي عنها أنها السلطات الأمنية تتعامل بحسم وتنشر غوات كثيفة في الأماكن التي توقع أو يدعو لها المتظاهرون فمثلا كما ذكرت قبل قليل في ميدان الشعبية القوات الأمنية تواجد بكثافة كبيرة حول الميدان وجعل مصولها مستحيلا فالقوات الأمنية دائما تستبقى المتظاهرين إلى مكان المتظاهرين شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من الخرطوم براسل بي بي سي محمد محمد ترجمة نانسي قنقر